الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء السابع والعشرين من مارس القوات الروسية تواصل تقدمها تحديدا في اتجاه أفديفكا ودانياتسك استطاعت التقدم في عدد من المناطق رجاء تابعوا الفيديو حتى النهاية ولا تنسوا دعوة أصدقائكم كذلك لا تنسوا الانضمام إلى القناة ومشاركة الفيديو سنبدأ مباشرة من محور دانياتسك من قطاع أفديفكا حيث استطاع اللواء 114 الروسي دخول إلى سمينيفكا من الجهة الجنوبية والسيطرة على هذه المنطقة وتثبيت مواقع له قامت الوحدات الروسية في هذه المنطقة بالدخول عبر هذا الطريق بلون أصفل كما تشاهدون وانطلاقا من هنا بالسيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري مساحة تمتد على امتدات 665 مترا وبعمق تقديري 340 مترا استطاعت السيطرة عدد من المنازل في هذه المنطقة بعد اشتباكات لعدة أيام استطاعت تثبيت مواقع له وبالتالي أصبح لها موت القدم في المشارف الجنوبية للبلدة إضافة إلى ذلك كما تشاهدون في هذه المنطقة بعد الخطوط الزرقاء هي التحصينات الأوكرانية ولكن هناك أمر هام ولافة آخر أريد ذكره أحبائي وأريد أن تعوفي بالكم دوما حين نستعرض المعارك في هذه القرية القوات الأوكرانية تتحصن عند هذا التل هذا هنا منطقة مرتفعة جدا وبالتالي المدفعية الأوكرانية تقوم باستهداف القوات الروسية لتحاول التقدم لذلك هل ستستطيع القوات الروسية البقاء هنا لأطول قدر ممكن من الوقت أم ستحاول تطوير هجمات إضافية والسيطرة عليها بسرعة ربما كالطعمة القوات الروسية للتقدم باتجاه التل والسيطرة عليه ولاحقا إخضاع سيمينيفكا بقية البلدة لسيطرتها أو قد تحاول السيطرة على البلدة بشكل سريع أو قد تتراجع إلى حيث كانت وبالتالي نحن أمام احتمالات عديدة نديجة الوجود الأوكراني على طول حزام الغابات هذا الذي يقع في مرتفع القوات الجوية الروسية تقوم بعمل قصف شديدة بهذه الاتجاهات في مسعى منها لدفع القوات الأوكرانية المتواجدة في هذه المنطقة للتراجع أما على صعيد الاشتباكات في الجهة الشمالية فحققت القوات الروسية تقدما قويا في هذا الاتجاه في اتجاه بيرديتشي تقدمت بعمل كيلومات وبعدد أيضا كيلومات استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري لمن يشاهد القناة لأول مرة اللون الزهري يرمز إلى سيطرة روسية جديدة حديثة وبالتالي المعارك ما زالت مستمرة في اتجاه المقبرة في هذه المنطقة وفي اتجاه هذه النقاط هنا تحاول الوحدات الروسية القادمة من الشمل ومن الجنوب ومن الشرق والدخول إلى السامينيفكا والسيطرة على المزيد من المساحات ولكن كما تشاهدون يوجد في هذه المنطقة تحصين القوات الأوكرانية يمنع تقدم القوات الروسية وكذلك بعض التحصينات الموجودة هنا تحاول تصدي لهذه القوات وهذه الهجمات الروسية إضافة إلى ذلك تستمر المواجهات في محيط تونينكي بشكل عنيف الوحدات الروسية رغم سيطرتها على مساحات شاسعة في الفترة السابقة وعلى المدار أيام بشكل مستمر دون انقطاع إلا أن التقدم الروسي إن كفأ في آخر 24 ساعة الوحدات الروسية يبدو أنها أمام الدفاعات وأمام تصدي أوكراني كبير في هذا الاتجاه من تونينكي وباتجاه بيرفوميسكي ولكن ننتظر ما الذي سيحصل هل سيتم إنهاك الدفاعات الأوكرانية؟ طبعا الدفاعات تحتاج لوقت قد تحتاج أشهرا قد تحتاج سنة قد تحتاج أياما قد تحتاج أسابيعا لا أحد يعلم ولا أحد يستطيع تقدير مدى قوة صمود الدفاع أو أحيانا ينكفأ الوجوم وبالتالي تتوقف الاشتباكات لذلك ننتظر ما الذي سيحصل في اتجاه بيرفوميسكي وفي محيط تونينكي في كامل هذه المنطقة فالقوات الروسية كما شرنا سابقا تسعى للسيطرة على خطوط الإمداد في هذه المنطقة والوصول إلى أومانسكي إضافة تحاول أيضا العمل باتجاه هذه المنطقة باتجاه أوشيرتيني حيث تشاهدون السيطرة الروسية وصلت إلى الدفاعات الأوكرانية عند الخطوط الزرقاء وبالتالي أيضا هناك عمل متواصل من قبل القوات الروسية بهذا الاتجاه وباتجاه هذه المنطقة في مسعى للوصول إلى هذا الطريق لعلها تسلكه وتتقدم لاحقا باتجاه أوشيرتيني إذن نحن أمام معركة روسية باتجاهات إدى وأريد التنويه إلى أمر هام أحبائي هو ما يحصل في اتجاه نيويورك في هذه المنطقة في هذا المحور هناك قصف روسي عنيف باتجاه هذه المنطقة هل سنشهد محاولة وجوم روسية بهذا الاتجاه أم عبر هذا الطريق السريع طبعا المنطقة هنا تشاهدون التحصينات الأوكرانية كمهية كثيفة وكثيرة وبالتالي الأمر ليس سهلا في هذه المنطقة لذلك لننتظر ما الذي سيحصل حتى ذاك الحين إضافة أحبائي أريد تجديد مجددا على حضرتكم لا تنسوا الانضمام إلى القناة اشتركوا في القناة وفعلوا جرسة اندار ليصلكم كل جديد أما فيما يتعلق باتجاه نوفو ميخاليفكا استطاعت الوحدات الروسية بعد فترة طويلة من الاختراك في الأجزاء الجنوبية باتجاه الوسط مزيد من السيطرة للقوات الروسية بعمق 380 مترا وبعرض 435 مترا سيطرت الوحدات الروسية على هذه المنطقة هنا باللون الزهري طبعا الوحدات الروسية سابقا استطاعت السيطرة على منقر الكتيبة الثالثة لللواء 79 الأوكراني تراجعت القوات إلى الخلف مع كتيبة الدرونات المسمى الكوردرون إضافة إلى ذلك تستمر المواجهات بين اللواء 39 واللواء 155 الروسي والفوج 255 الروسي من جاء وبين الألوية 116 واللواء 79 واللواء إضافة 31 في هذا الاتجاه معارك كبرى معارك شري ستجري الوحدات الروسية تحاول السيطرة على هذه المنطقة في الساعات الأخيرة ننتظر هل سيستطيع الروس السيطرة على هذه المنطقة أم لا هنا يبقى السؤال الهام طبعا المعركة ستأخذ وقتها لذلك البعض يشعر أن الحربة مملة أحبائك قد تتكرر الاشتباكات قد تتكرر المعارك نفسها كل يوم ولكن صدقا وبكل أسف وبكل حزن الأشخاص الذين يموتون لا يتكررون فلذلك يجب أن نشعر مع أولاء الضحايا مع أهليهم مع كل من يخصهم وأن لا نتحدث بهذه الكلمات التي قد تجرح مشاعر الآخرين الحرب ليست جيدة الحرب ليست مفيدة الحرب ليست أمرا يمكن قول مرح إنما هي أمر محزن مؤسف أمر صعب ذاكرة صعبة ذكريات عنيفة تؤلم الجميع مشاعر محزنة وبالتالي لا يجوز هذا الكلاب ولا يجوز أن نتوقع أن تنتهي الحرب في وقت قصير لا أحد يعلم متى ستنتهي ولكن كما تشاهدون مسار الأمور الطرفين مصرين على الحرب بكل أسف أحبائي لننتقل إلى مزيد من الجبعات باتجاه باخمت تستمر الوحدات الأوكرانية في مسعى منها للتقدم باتجاه تحاول إعادة اختراق الملدة من بعض النقاط ولكن القوات الروسية تتصدى لهذه العجمات تم رفع العالم الروسي في عدد من المناطق من البلدة إضافة إلى ذلك أتمنى على حضرتكم رجاء مشاهدة الفيديوهات جميعا لا تكتفوا فقط بمشاهدة الفيديو المسائي صباحا حدثتكم عن ضربة كبيرة لمقر للناتو في هذه المنطقة من شاهد الفيديو حسنا فعل من المشاهده قد يكون خاص جزءا من المعلومات وبالتالي راجعوا الفيديوهات جميعا أحيانا يكون هناك تقدم في الصباح أكثر من المساء لذلك أحاول أن نكون دقيقا جدا وسريعا في نقل المعلومات على كامل الضقة وبكامل الحقيقة لكي تصلكم معلومات أولا بأول وهو ما يميز هذه القناة لا أنتظر حتى ساعات المساء لأخبركم الحقيقة إنما تصلكم فورا مباشرة وكاملة إضافة لذلك تستمر المواجهات بين الكوات الروسية والكوات الأوكرانية في بودانيفكا إضافة لبعض هذه الاشتباكات عند هذه التحصينات الأوكرانية أما فيما يتعلق شمالا باتجاه خاركيف الوحدات الروسية كانت تستخدم القنابل الانزلاقية باتجاه شمال مدينة خاركيف قامت الوحدات الروسية الطيران الروسي باستهداف طبعا عدد من المواقع في هذه المنطقة من مدينة خاركيف شمالي المدينة طبعا ننتظر مزيدا من النتائج حول هذه الضربات إضافة إلى ذلك تستمر المواجهات في اتجاه محور كريمينا في منطقة دانياتس تستمر المواجهات في هذه المنطقة طبعا هي منطقة متداخلة بين مقاطعتين دانياتس كورانسك ننتظر مزيدا من التفاصيل حول الاشتباكات القوات الروسية لم تصفت حتى اللحظة تحقيق أي تقدم إضافي باتجاه تيرني أما في اتجاه بيلوريفكا فالمعارك مستمرة دولا قطاع ولكن لا نتائج إضافية كذلك تستمر المواجهات بين الوحدات الروسية والقوات الأوكرانية في قطاع شمالي بخموت باتجاه سيفيرسك أحبائي هذا كان كل شيء حتى ساعات المساء أي جديد سوفيكم به طبعا إضافة ذلك هناك ضربات باتجاه ضربات روسية باتجاه زابوروجي باتجاه أوديسا باتجاه عدد من المناطق أيضا كان هناك ضربة لافتة للقوات الأوكرانية باتجاه بيلغوراد تم استهداف مبنى الأمن الداخلي ولكن ننتظر مزيدا من التفاصيل ربما غدا تتوضح الأمور لا تنسوا المتابعة القناة ولا تنسوا مشاركة الفيديو نحتاج كامل تفعالكم بوضع إعجاب بإبداع إراءكم في التعليقات بكل تهديب واحترام كما تعودتم أو كما جرت العادة شكرا جزيلا لكامل محبتكم وثقاتكم ووقتكم التمين إلى اللقاء